أهلا بحضراتكم من جديد مبارح سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل في أسر الاتحادية الرئيس شوكة ميرزايف رئيس أوزباكستان وبالفعل تم عقد جلسة مباحثات ومؤتمر صحفي مشترك أكد في سيادة الرئيس على أنه تم الاتفاق على التعاون في المجال الاقتصادي والمجال الأمني وكمان مكافحة الإرهاب وتطاق كمان مبارح يا منا في نفس الموضوع تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومزاكرات التفاهم بين مصر وأوزباكستان بالمناسبة دي أول زيارة لرئيس أوزباكستان لمصر منذ توليه الرئاسة وكان قبل كده سيادة الرئيس عبدالفتاح سيسي زار العاصمة تشقند في سبتمبر من عام 2018 خلونا نعطى تفاصيل أكتر عن هذه الزيارة عن أهمية هذه الزيارة ونتائجها كمان مع الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية المنورنة صباح الخير عليك دكتور صباح الخير يا فنديم صباح الخزامين أهلا بيك يا فنديم يا أهلا بحضرتك كنا نتكلم عدد كبير من الاتفاقيات تم توقعها أول زيارة لرئيس أوزباكستان لمصر أهمية هذه الزيارة طبعا هي زيارة مهمة جدا بتأتي في توقيت غاية العالم بيمر بظلوق معقدة وبالتالي هي زيارة بتعكس أن هناك رغبة وإرادة سياسية مشترقة مصرية أوزباكية للعمل على فتح مجالات جديدة في كافة الاتجاهات سواء على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي وأيضا في إطار رؤية مصر لتنويع وتوسيع شرقتها الاستراتيجية كان فيه زيارة مهمة جدا لفقامة الرئيس السيسي قبل ذلك كانت إلى الهند وأزربيجان وأرمانيا واليوم زيارة مهمة جدا لرئيس أوزباكستان إلى القاهرة ولقاء بفقامة الرئيس السيسي هذه الزيارة لدولة تعد هي الدولة المهمة جدا في شرق أسيا وتحديدا في وسط أسيا يعني زيارة هذه الزيارة بتنعكس بشكل كبير جدا على أن هناك علاقات تاريخية بتجمع البلدين وأيضا كان فيه زيارة مهمة جدا لفقامة الرئيس السيسي كما حضرت قشارة أس محمد في سبتمبر تحديدا عام 2018 وهذه الزيارة كانت من أهم الزيارات اللي تم البناء عليها هذه الزيارة يعني لو بصينا ونظرنا للبيان المشترق المصر الأسباكي نجد أنه يتضمن أكثر من 21 بند يعني وده بيعكس أن هناك رغبة وإرادة سياسية مشترقة للتعاون في كافة المجالات سواء سياسيا أو اقتصاديا فيما يخص الملف السياسي وهو ملف مهم جدا نجد أنه تم تطرق للكثير من القضايا على رأس هذه القضايا طبعا القضية الفلسطينية باعتبار هي القضية المركزية للمنطقة العربية وأيضا تم التطرق أيضا وهي الدعوة الثانية التي يوجهها الرئيس السيسي فيما يخص إيجاد حل شامل وسلمي للأزمة الروسية الأوكرانية وده هذا الطرح لم يكن الأول بالنسبة للقادة السياسية المصرية ولكن هو الطرح الثاني الطرح الأول كان في مؤتمر كوب 27 أمام في وجود أكثر من 120 رئيس دولة وأشار الرئيس السيسي تحديدا إلى أنه لابد من إيجاد حل شامل لهذه الأزمة التي أثرت بشكل كبير وكان لها انعكسات سلبية على مجمل الأوضاع في العالم وبالأخص منطقة الشرق الأوسط وأيضا تطرق إلى استقرار الأوضاع في أفغانستان وضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف على اعتبار أن الإرهاب الآن هو إرهاب عبر للحدود ومتنقل ويحتاج إلى التبادل الاستغباراتي والتبادل الأمني وأيضا تطرق إلى أن هناك توافقا مصريا أسباكيا فيما يخص القضية المهمة جدا للدولة المصرية وهي قضية سد النهضة أما بقى الشق الآخر وهو شق لا يقل أهمية عن الشق السياسي وهو الشق الاقتصادي تم توقيع أكثر من تسع اتفاقيات مهمة جدا من الدولة المصرية والدولة الأسباكية يعني في مجال الصحة والسكان وفي مجال التبادل الخبرات وفي المجال الدبلوماسي وأيضا في المجالات الأخرى الصناعة والزراعة وغيرها على اعتبار أن الدولة المصرية بتقوم بتنفيذ أيضا في مجال الأدوية لأن الدولة المصرية بتقوم بتنفيذ أكبر مصنع داخل الدولة الأسباكية فيما يخص الأدوية وبالتالي شرقات استراتيجية حقيقية في إطار أن السياسة الخارجية المصرية بتأخذ منحة أكثر قوة وأكثر ثبات وأكثر استقرار في سبيل أنها بتتنوع يعني زيارات مهمة ما بين الشرق وما بين الغرب وعدم الإخلال في أي جهة من هذه الجهات ده ما يبقى فيه زيارة لأي بلد بيبقى فيه ملف دايما بيبقى يعني الهدف من الزيارة أنه بيحقق الموجود في الملف الحركة متخيل أن الملف الأسباكي كان بيحتوي على إيه؟ الملف الأسباكي هي دولة مهمة جدا وغنية جدا بالموارد الطبيعية وأيضا لها ثقل وقدرة سياسية على أن يكون هناك تعاونا في مجال الطاقة المتجددة بعدما نجحت مصر في نسج الكثير من الشرقات في هذا الملف تحديدا يعني أثناء زيارة السيد الرئيس إلى الهند تم توقيع أكثر من ثلاث اتفاقيات فيما يخص الطاقة المتجددة وتحديدا الهيدروجين الأخضر بقيمة 8 مليار دولار ودي برضو رقم مهم جدا وصفقة نكحة بكل المقاييس اليوم أيضا هناك تعاون كبير جدا في الكثير من المجالات على اعتبار أن الدولة المصرية أصبحت قبلة للمستثمرين العرب والأجانب لديها بنية تحتية قوية ولا يخفى ذلك على القاس والداني كل من يأتي إلى الدولة المصرية يشهد بأن الدولة المصرية تحولت تحولا نوعيا حقيقيا على وقع الأرض فيما يخص البنية التحتية أيضا في مجال وضع قوانين تخص الاستثمارات تم تكوين بنية تشريعية قوية للدولة المصرية نجحت من خلالها إلى أن تكون هي الجاذبة للاستثمارات وليس فقط جاذبة للاستثمارات ولكن كل من يأتي إلى الدولة المصرية سيحقق أعلى العوائد الاستثمارية وبالتالي ده كله طبعا في نقطة مهمة جدا أن في أماكن أخرى في العالم بدأت تفقد بصلتها الاقتصادية وبدأت يعني يكون هناك عوامل معرقلة للاستثمار كما يحدث في أوروبا وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على أوروبا بشكل كبير وبالتالي الدولة المصرية بتتحرك في اتجاه أن يكون هناك تعظيما للعمل الاقتصادي المشترك بينها وبين أسباكستان عظيم دكتور حامد مصر دايما حريصة على أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في أي صراع وإنزاع أي أن كان في أي دولة من دول العالم لكن حريصة أيضا كل الحرص على إقامة علاقات قوية مع الدول التي تتشابه سياستها مع مصر التي تتبع نفس الرؤية السياسية ونفس الموقف السياسي من عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية دعم المؤسسات الوطنية لكل هذه الدول فمن وجه نظر حضرتك طبيعة التعاون بمصر وأسباكستان التوافق في الرؤى حول الكثير من القضايا من الممكن أن يؤدي إليه سؤال مهم جدا لأن بالفعل مصر وأسباكستان هناك تطابق في الرؤى بين مصر وأسباكستان وتعدت مرحلة التوافق على اعتبار أن هناك سوابت في السياسة الخارجية المصرية والأسباكية فيما يخص احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية احترام القوانين الدولية والأعراف الدولية السعي وبكل قوة إلى إيجاد حلول سلمية لكل القضايا التي يتدخلوا فيها السعي على احترام السلم والأمن الدولي العمل وبشكل كبير على أن يكون هناك تنصيقا مشترقا فيما يخص القضايا الدولية والقضايا العربية والقضايا الإقليمية على اعتبار أن مصر ومن خلال نسج شراكاتها الحقيقية مع الدولة الأسباكية حصلت على صفة شريك حوار وهذه الصفة حصلت لديه عندما كانت أسباكستان رئيسا لمنظمة التعاون الإسلامي في شنغهاي وبالتالي هذا الفكر وهذه الرؤية وهذا الترتيب الكبير لم يأتي من فراغ ولكن هو ترتيب على أعلى مستوى بين قيادتين يعلمان جيدا أن هناك تحديات تواجه العالم ويحتاج إلى أن يكون هناك تنصيقا مشترقا بينهم فيما يخص الكثير من القضايا في إطار السياسة التي حضرتك أشارت إليها عزيز محمد لأنها ثوابت في السياسة الخارجية المصرية كان فيه اتفاق شديد في الرؤى والمعتقدات الخاصة بالمبادرات التنموية الموجودة على أرض مصر وكمان مبادرات إطلاق الحوار مع الشباب وده تم الإشادة به من قبل الجانب الأسباكي احنا متخيلين إذا ممكن ينعكس داخليا كمان على أسباكستان سؤال مهم جدا نفسنا منا لأن فعلا منذ العام 2017 مصر بتنظم منتدى شباب العالم وهو الوجهة الحقيقية للدولة المصرية على اعتبار أنه عندما يشعر الشاب أنه يجلس مع رئيس الدولة فهو يعطي له ثقة عندما يتنقل بين الدول ودلالة كبيرة على اهتمام القيادة السياسية بالشباب المصري وبالتالي بتحزو الدولة الأسباكية حزو الدولة المصرية في هذا المجال تحديدا وده اللي أعلنت منها تريد أن تستطيع نرجع تاني للملف المصري الأسباكي مع الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية دكتور حامد نرجع تاني عند النقطة اللي توقفنا عليها وكنا نتكلم عن أهمية مؤتمرات الشباب اللي نظمتها مصر على مدار السنوات اللي فاتت فيه فتح مجال كبير للتحدث مع الشباب ونقل وجهات نظره طبعا يعني مصر منذ العام 2017 انتهجت نهجا جديدا وهو العمل على أن يكون هناك باب ونوافذ كبيرة منفتحة بين القيادة السياسية المصرية والشباب المصري وده النهج اللي بتسعى إلى تنفيذه وتريد أسباكستان أن تنفذ التجربة المصرية في هذه الجزئية تحديدا وهو ما أشار إليه الرئيس الأسباكي بالأمس من أنه سيتم عقد منتدى دولي للشباب لمنظمة التعاون الإسلامي ودعا الدولة المصرية إلى أن تتشارك في هذا التنظيم باعتبار أن التجربة المصرية هي تجربة ملهمة ورائدة في هذا المجال تحديدا عظيم من ضمن الأمور اللي كان فيها تطابق بقى زي ما حدتك قلت يعني وليس التوافق فقط هي القضية الفلسطينية فأي شكل من أشكال الدعم من الممكن أن تقدموا مصر وأسباكستان في إطار هذا النوع من التعاون للقضية الفلسطينية طبعا القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية وقضية مصرية بامتياز والدولة المصرية لم تترك يعني القيادة السياسية المصرية وفي إطار حرصها على أن تجعل القضية الفلسطينية في سدة المشهد الدولي والعربي دائما وأبدا هي دائما وأبدا بتتحرك في هذا الاتجاه سواء من خلال اللقاءات الثنائية أو حتى المؤتمرات الدولية أو حتى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الرئيس السيسي في أول كلمة له في سبتمبر 2014 بعد توليل حكم بثلاثة أجور فقط كانت أول كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت خاصة بالقضية الفلسطينية من ضرورة إيجاد حل شامل وعادل القضية الفلسطينية اتصاقا واتفاقا مع مبادرة السلام العربية التي تم إقرارها في بيوت في العام 2002 وبالتالي تشكيل المواقف الدولية والعمل على أن يكون هناك دعما حقيقيا من خلال رؤية استباقية للدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية وده اللي احنا شاهدناه أستاذ محمد ولازم أؤكد على ذلك أن كانت التحرقات المصرية لعبا رئيسيا في أن فلسطين حصلت على تأييد أكثر من 87 دولة في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تحيل جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية وده جاء نتيجة جهود دولية قامت به الدولة المصرية في الكثير من الاتجاهات احنا شفنا إعراب من جانب الجانب الأسباكي عن التقدير الشديد للجانب المصري في إطار المبادرات اللي كانت بتقدم في الفترة اللي فاتت خصوصا يعني مبادرات زي تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها المبادرات اللي كانت بترمي لتحسين مستوى معيشة المصريين وبرضو في نفس الوقت الجانب المصري أعلن عن التقدير الشديد لوجود العديد من الإصلاحات اللي موجودة في الجانب الأسباكي حصل بعدها كمان اتفاق على تبادل أو تبادل وجهة النظر بين برلماني والدولتين إزاي ممكن يحصل تطوير في العلاقات بالشكل ده سؤال مهم جدا يعني حياة كريمة هو جزء من الوجه المضيق للجمهورية الجديدة لأنه بيخدم أكثر من 58 مليون مواطن مصري وده رقم كبير جدا هو أكبر مشروع خدمي في تاريخ العالم لأنه ليس هناك مشروع يخدم كل هذا العدد في إطار أنه يعني يأتي أيضا في إطار إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 لأنه دي نقطة جوهرية لأنه لن تستطيع أن تكون هناك حقوق للإنسان في ظل نقص شديد في الموارد الطبيعية في ظل نقص شديد في المرافق وده اللي سعت إليه الدولة المصرية من خلال أنها تخدم كل التوجهات وهذا ما أدى إلى أن يكون هناك تنصيقا مشترقا وهذا ما شعرض به الدولة الأسباكية والقيادة السياسية في أسباكستان من أن الدولة المصرية انتهجت نهجا جديدا يتعاون ويتوافق مع الرؤية المصرية الأسباكية عظيم دايما الاتفاق السياسي بيصحبه اتفاق أو توافق حول أمور اقتصادية كتير جدا وشوفنا الكلام ده بالأمس فيه توقيع عدد كبير من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي التركيز كان على إيه في الملف الاقتصادي وانعكاسات ده على حركة التبادل التجاري ما بين الدولتين يعني سيادة الرئيس قال كلمة جميلة جدا مبارح قال أن العلاقات السياسية القوية لا تعكس الوضع الاقتصادي فيما يخص التبادل التجاري بين الدولتين وبالتالي تسعى الدولة المصرية من خلال هذا الزخم الكبير من توقيع أقصر من تسع اتفاقيات في الكثير من المجالات يدفع في اتجاه تعزيز وتعظيم العمل الاقتصادي المصر الأسباكي خاصة أن مصر لديها محور قناة السويس وهي تعتبر يعني همزة الوصل ومحور التقاء لثلاث قرات القرى الأفريقية والقرى الأوروبية والقرى الأسيوية وبالتالي توطين الكثير من الصناعات الأسباكية وأيضا الرئيس الأسباكي أشار إلى نقطة جوهرية أيضا من أن الدولة الأسباكية تفتح زراعيها إلى كل المستثمرين المصريين وتزلل كل العقبات وده بيدفع أن هناك تقاربا فكريا حقيقيا بين القيادتين السياسيتين سينعاكس على مؤسسات الدولتين وسيفتح صوب الحقيقية من كيفية تعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة الأسباكية المصرية في ظل أن حجم التبادل التجاري بالدولتين يعني قرابة الـ 50 مليون دولار وهو لا يتناسب أبدا يعني نحن نتحدث 49 مليون وده لا يتناسب مع القوى السياسية وبالتالي الفترة القادمة ستشهد زخما اقتصاديا حقيقيا يتناسب مع القوى السياسية والرؤى السياسية المتطابقة في الكثير من الملفات أكيد لا يخفى على أحد الدور اللي قامت بمصر في مكافحة الإرهاب سواء داخليا أو الإرهاب الخارجي العبر للحدود وكان فيه تقدير وتثمين شديد جدا من الجانب الأوسباكي على دور المؤسسات الدينية المرموقة في مصر في مكافحة الإرهاب وفي نشر الوعي الديني والثقافي ويمكن ده حصل بعد كمان دعوة الجانب الأوسباكي للمشاركة في مؤتمر التطارف الديني الأساس الفكري والستراتيجي للتغلب عليه في 2022 وفي أكتوبر 2022 المؤتمر الآخر الخاص بالفتوى وأهداف التنمية المستدامة وجود مثل هذه المؤتمرات ودعوة أسباكستان لحضور هذه المؤتمرات إزاي يعزز دور مصر في نشر الوعي الديني الرشيد في مختلف بلاد العالم الإسلامي مصر دائما هي محور الاعتدال ليس فقط في المنطقة العربية ولكن في العالم باعتبار أن القوى الدينية والأظهر الشريف هو القوى النعمة لمصر الأظهر الشريف لديه علاقات قوية جدا مصر دولة معتدلة بتحارد دائما الفكر المتطرف والسعي وبكل طاقتها وقدرتها إلى تكفيف منابع الإرهاب وتمويله على اعتبار أن الإرهاب الآن يوغز محمد هو إرهاب عبر للحدود غير مستوطن في مكان واحد يتنقل من هنا وهنا وبالتالي هناك رؤية استراتيجية وهناك مقاربة مصرية للقضاء على التنظيمات الإرهابية من خلال ليس فقط رؤية أمنية بحتة ولكن رؤية أمنية رؤية ثقافية رؤية اجتماعية من خلال بلورة يعني رؤية حقيقية لاستراتيجية مصرية وهو ما نجحت من خلاله الدولة المصرية للقضاء على التنظيمات الإرهابية وهذه التجربة الملهمة يعني بتشيد بها كل دول العالم ليس فقط رئيس أسباكستان ولكن كل دول العالم بتشيد بدور الدولة المصرية للقضاء على التنظيمات الإرهابية في ظل أننا الآن في عصر المعلومة عصر استخباراتي لابد أن يكون هناك تنصيقا بين الدول وبعضها فيما يخص تبادل المعلومات كل شكرا لك الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية شكرا جزيلا